قضية التآمر على أمن الدولة والمتهمين فيها تقريبا الغطات على بعض المتهمين الآخرين نحكيه على الأستاذ نوردي البحيري، على الأستاذ أحبيب اللوز، على الأستاذ سيد فرجاني دعونا نبدأ بالسيد نوردي البحيري وين وصلت القضية نتعام؟ قضايا لكلها غريبة هي ولكن هي من أغرب القضايا لأن الأستاذ البحيري موقوف على تدوينه مش موجود وعلى تصريح قام به في تحرك الجابة الأنقاذ في ثمانية جام في 2023 تعرفوا أنه التصريحات الألمية انتبق عليها المرسوم الـ 115 هذا يما أقناش السلطة عاملة المرسوم 54 اللي فيه عقوبات زجرية قاسية جداً خمس سنوات وعشر سنوات مئة ألف دينار خطية ولكن حتى هذا ما كفاش فتم تتبعه بموجب الفصلة 72 المجال الجزائية اللي وعاقب الاعدام وخلي الرأي العام يسمع للأستاذ البحيري يحاكم بتهمة محاول تغيير هيئة الدولة وحده لا معاها مجموعة لا معاها وفاق لا معاها عصابة السيد نوردين البحيري باش يغير هيئة الدولة وحيداً مفرداً عندي فكرة على الظروف السجنية اللي عيشها المتهم السيد الفرجاني عندي فكرة عبر المحامي هنا منه بشي ملفه ولكن عبر المحاميين بتاعه موجود مع عدد من الحق العام يعني مش في غرفة صغيرة كان فيه اضراب جوع حسما يقول المحاميين بتاعه منها قضيته فيها مضر مكبيرة ما ثماش حتى موجب لإيقافه منها موجود رهن الإيقاف حتى التثبت من اختبارات على هاتفه اللي هو ما يبررشه أنه يبقى رهن الإيقاف وهي قضية كبقية القضايا الأخرى اللي الاستهداف فيها مش على أساس وقاع ولا أساس جرام وإنما على أساس تصفيت خصوم السلطة السياسية الحالية يعني كأنك تبرع جميع المتهمين من أي قضية معينة وتعتبر أنه السلطة فقد تنكل وتتشفى بالمعارضة السياسية أنا في رأيي ما ثماش حتى الضرورة بش ندخل في تفاصيل الملفات رغم أنه مطلع على أغلبه والنوم في أغلبها ورفعت في الكثير منها ولو جاء ممكن أن نطلع رأي العام على تفاصيل الملفات تولي عنده نفس القناعة اللي عند المحامين لأنه ديما يتقال المحامين وتباعتهم بش يبرقوا منوبيهم ولكن اللي ينطق برأتهم هي الملفات وخاصة السياق اللي يتصير فيه المحاكمات هذه والتصريحات اللي تصدر عن السلطة السياسية واللي تلغي قرينة البراءة وقت نشوفه قاضي يتم إيقافه عن العمل لأنه تجرأ وترك مظلون فيه مثل القدام وفي حال صراح وقت لين نشوفه شنو قاعد صاير في المحاكم وقت نشوفه عدم الانصياع لقرار المحكمة الإدارية بإعادة أغلبية القضايا اللي تم إعفاءهم وقت نشوفه مناخ الخوف اللي تعيش فيه المحاكم وقت نشوفه أنه بعض القضايا يتلزوا بش ياخدوا إجازات مرضية بش ما يتورطوش في قضايا ما عندهمش حرية للقرار فيها كيشوفوا ذلك كل قضية يستهدف فيها ولا يوقف فيها معارض للسلطة هي مظلمة بدون الحاجة حتى مش نشوفه شنو ثم في المينة أبسط ضمانات المحاكمة العادلة غير متوفرة ومستقلالية القضايا ما عندما نحكي عليها دونك لا حاليا مش معنى القضايا الكل غير مستقلين ولكن وضعية القضايا الحالية أنا قلتها قبل ونعودها مش فقط مش أهدتهاش تونس ولكن صيب أنا بش أشهدها مستقبلا صيب ياسر بالنسبة لي على الأقل أنه القضاء التونسي يعود يعيش مستقبلا لحالة القصف المكثف اللي تعرض لها من السلطة التنفيذية وحالة الضغط والتخويف اللي تعرضوها للقضايا بشكل غير مسبوك